اهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة من دور التعليم برنامج كامتازيا ستوديو ضمن دبلومة المونتاج في هذه المحاضرة راح نتناول موضوع الترانزيشن الانتقالات الترانزيشن هو عبارة عن الانتقال من ميديا الى ميديا اخرى يعني مثلا من صورة الى صورة اخرى او من فيديو الى فيديو اخر مثلا لو رحنا على قائمة ميديا ومن امبورت ميديا ضفنا مثلا هذه مجموعة الصور لو هذه الصورة خليناها في التايم لايم وهذه الصورة ايضا خليناها في التايم لايم لاحظ انه الانتقال من هذه الصورة الى الصورة الاخرى بشكل حر بدون تأثير معين ويمكن انه لو رحنا على قائمة الترانزيشن راح نشوف مجموعة انتقالات ومجموعة تأثيرات مثلا هذا التأثير هذا التأثير طبعا حتى نضيفه نضغط عليه اكليك ايسر ونبقى ضغطين عليه ونخليه في المنطقة الفاصلة بين الميديا والميديا الاخر بعدها نلاحظ انه راح نشوف انه انتقال عملية الانتقال من صورة الى صورة اخرى راح تكون بطريقة معينة ممكن انه لما نختار هذا النوع في لب نلاحظ جميل جدا ممكن انه يكون اجمل يعني عند استخدام الترانزيشن ممكن انه نصغر التايم لايم ونضيف بقية الصور مثلا هذه الصورة وممكن انه نضيف انشاهد الانتقالات الاخرى مثلا عندنا هذا الانتقال سلايد ليفت مثلا مثلا هذا الانتقال رابل ممكن انه نختار مثلا بيكسل عايت انتقال جميل رابل بلور انتقال جميل ايضا مثلا هذا الانتقال الاشرطة ممكن نختار هذا الانتقال وممكن نختار الفايت نلاحظ العملية نلاحظ الفيديو جميل جدا اذا تلاحظون عملية الانتقال من صورة الى صورة اخرى تكون على شكل تأثير معين هذا التأثير يسمى ترانزيشن طبعا هذا هو الانتقال البسيط والسلس اللي يسمى ترانزيشن بايسيك طبعا توجد الكثير من الانتقالات وهناك نوع رائد جدا اسمه ترانزيشن موشنغرافيك او موشنغرافيك ترانزيشن الانتقال الفكتوري الحركي طبعا لو هذه الصور نحدد الصور الاولى ونضغط على شفت ونحدد الصور الاخرى ونضغط كليك ايمن على هذه الصور ونختار Add to Timeline في هذه الصور استخدمنا الترانزيشن البسيط ترانزيشن بايسيك وفي هذه الصور راح نستخدم الترانزيشن موشنغرافيك الترانزيشن موشنغرافيك هو عبارة عن اشكال يعني من قائمة Annotation عندنا هذه الاشكال هذه الاشكال يتم تجميعها وتحريكها لعمل انتقال من ميديا الى ميديا اخرى يعني مثلا لو اجينا على shapes واختارينا البوكس ونضيف هذا البوكس اللي هو المستطيل راح نخلي فيها المنطقة وطبعا راح نصغر العرض من خلال هذا الخيار نختار مثلا خمسين او خمسة وعشرين مثلا هذا البوكس راح نخلي قياسه ضعف الشاشة طبعا نحرك الى اليسار ونحاول توسيع الحجم اصبح ضعف الشاشة جاي بعدها راح نحرك نخلي بدايته الى اليمين في هالمنطقة ونروح على animation بعدها نختار animation ومن ثم نختار مخصص نضيف animation مخصصة الى هذا الشكل بعد ذلك نحرك الشكل الى اليسار الى ان ينتهي الشكل الى اليسار يعني من بداية دخول الشكل الى نهاية خروجه نلاحظ جميل جدا لكن المشكلة شنو ممكن انه شوي نكبر العرض المشكلة انه الشكل يخرج قبل انتقال او قبل بدء الصورة نلاحظ انه هذه المنطقة اللي هي رأس السهم الاحمر يجب ان تكون في منتصف يعني في منتصف الانتقال من ميديا الى ميديا اخرى نلاحظ ممكن انه شوي ينتقل الى اليمين جميل جدا هذا مثال بسيط بالنسبة للموشن غرافك ناخذ مثال اوسع نجي الى ايضا الاشكال قائمة ونختار مثلا هذه النجمة ممكن انه نحاول ان نكبر حجمها من خلال الـ scale طبعا نجي الى virtual properties ومن scale نكبر الحجم ممكن ممكن هاي النجمة نخليها فيها المنطقة وطبعا نضيف animation الى هذه النجمة من خلال animation ومن ثم نختار animation ومن ثم نختار custom نلاحظ انه هذه النجمة في النهاية نحاول انه نعطيها scale كبير جدا طبعا نلاحظ انه السلايدر هو اكبر قياس 500 يعني لما نوصل الى 500 راح يتوقف نجي نكتب القياس مثلا نكتب 2000 تمام جدا نلاحظ ولكن يجب ان تبدأ هذه النجمة من الصفر طبعا نضغط على بداية السهم بداية الانيميشن ونخلي الـ scale يكون صفر مثل ما نلاحظ جميل الانتقال جميل جدا ولكن الانتقال بطيء جدا ممكن انه نحاول نسرعه رائع ممكن انه يسرع بعد جميل طبعا نسحب الانتقال نخليه في المنطقة الفاصلة بين الصورتين نلاحظ جميل جدا طبعا نحاول انه نلائم حجم الصورة مع الشاشة جميل ممكن انه نضيف نضيف في هالمنطقة مثلا نجي على ومن ثم نختار ونخليها في هالمنطقة نلاحظ شون اللي يصير تمام جدا ممكن نضيف نجمة اخرى بلون اخر حتى يصبح الانتقال اكثر جمالية نجي على قائمة annotation ونختار start هذه وممكن أنه نعطيها لون أبيض ممكن أبيض جيد طبعا أيضا ممكن نضيف animation بنفس الفكرة من قائمة animation ونختار مخصص وعند النهاية نختار scale 2000 وعند البداية نختار scale طبعا بداية الزهم نختار scale 0 لاحظ ممكن أنه هذا السلايدر يكون أقرب بعد إلى البداية ممكن أنه شوي نكبر العرض نكون فيها المنطقة جميل جدا طبعا أيضا نحاول أنه نقلل من السرعة ونضيف ممكن أنه نوسع المساحة مساحة عرض الانتقال والنقوب ستكون إلى اليمين حتى حتى تطين مساحة لرؤية اللون الأبيض جميل طبعا ممكن نحدد الطبقة الأولى والطبقة الثانية ونضغط عليها click amen ونختار group نحول هنا إلى group طبعا نقدر نضيفهن إلى library حتى نقدر نستخدمهن في أكثر من مرة مثلا ممكن نضغط عليها click amen ونختار add to library ونسميها بالاسم اللي يريده مثلا انتقال وبعدين ok راح تنضاف بالليبر نقدر نستخدمهن في أكثر من مرة نحاول ناخذ مثال آخر مثلا نروح على climate annotation ونختار الدائرة نخليها فيها المكان وطبعا نحاول أنه قياسها يكون مربع نخليها فيها المنطقة نجي إلى الخصائص thickness يكون صفر واللون ممكن أن يكون لون أخضر وطبعا نحاول أنه نخليها فيها المنطقة في ربع من الشاشة وثلاثة أرباع يكون مخفي الخطوة التالية نضيف animation custom نخليه فيها المنطقة ونحاول أنه نكبر scale إلى مثلا ألفين بحيث يخرج عن الشاشة تكون حجم الدائرة أكبر من الشاشة تمام جدا وفي البداية راح يكون scale طبعا نضغط على نقطة البداية وراح يكون scale صفر طبعا نشاهد العرض جيد ممكن أنه شوي نقلل الزمن جيد جدا طبعا ممكن أنه نضيف دائرة أخرى بلون آخر ولكن قبل ذلك ممكن أنه نقلل من الحجم نجي على annotation أيضا من المجموعة شيء نختار دائرة طبعا هاي الدائرة نحاول أنه تكون دائرة وليس بيضاوي ومن الخصائص نخليه ثكنيس صفر وأيضا نخليها في هذه المنطقة يعني ربع من الدائرة تكون ظاهرة ومن ثم نجي إلى animation ومخصص ونضيف حجم من البروبرتيز نختار حجم مثلا ألفين تمام جدا وأيضا من البداية نضغط على نقطة البداية نقطة السهم والسكيل راح يكون صفر جيد جدا نلاحظ رائع ممكن أنه شوي قليل من الزمن وممكن أن نقلل من السرعة أيضا ونضيف no opacity في هالمنطقة نشاهد العرض جيد ممكن أنه نحاول نوسع العرض جيد جدا طبعا أيضا ممكن أنه نضغط على هذا الشكلين ومن ثم control g حتى نحوله إلى group نأخذ مثال آخر أيضا نجي إلى قائمة annotation ونختار هذا الشكل نخليه في هالمنطقة طبعا نقلل من حجمه ونحاول أنه يكون slice شريط في هالمنطقة ومن ثم نجي إلى الألوان نختار مثلا اللون الأزرق ممكن هذا اللون بعدين هذا الشكل نأخذ من عنده copy ctrl c c ctrl v ونخليه في هالمنطقة ونحاول أنه نغير لونه إلى لون أفتح قليلا مثلا هذا اللون ممكن أنه نحذف لdrop shadow طبعا بالنسبة للشكل الأول أيضا نأخذ copy للشكل المضاف حديثا نخلي بها المنطقة وأيضا نقلل اللون إلى أفتح وهكذا بنفس الفكرة بنفس الفكرة نصنع بقية الأشكال الخطوة التالية هو نحاول أنه هاي الأشكال كلها تكون بنفس الزمن يعني هذا الشكل يكون تمام الخطوة التالية هو نحاول أنه نحولهن إلى group من خلال ctrl g أو click amen ونختار group وهذا group ممكن أن ننطي زمن أكثر نلاحظ العمل جيد جدا الخطوة التالية في هذا القروب نحاول أنه نخليه إلى اليسار وفي هالمنطقة نضيف animation من custom في هالمنطقة وطبعا نمرر الشكل من خلال الشاشة إلى أن يخرج عن الشاشة نلاحظ العرض جيد ولكن يجب أن نضبط مكان الانتقال في هالمنطقة أعتقد جميل جدا ممكن جيد جدا ممكن إذا كان أسرع يكون أجمل رائع نأخذ فكرة أخرى مثلا نجي إلى قائمة annotation ونضيف شكل وهذا الشكل ممكن أن يكون بها المقاس طبعا ممكن أنه thickness صفر واللون ممكن أن يكون مثلا أسود وطبعا هذا الشكل راح نخليه إلى الخارج ونضيف animation animation مخصص ونخلي الشكل يكون إلى المنتصف ونضيف animation آخر أيضا مخصص ممكن أنه نخلي مساحة العرض خمسين أو ممكن نخليها فت ونضغط على الشكل وطبعا نخلي العرض يكون بها المسافة وطبعا ممكن أنه نضيف no opacity في النهاية فقط نقلل من الحجم أو زمن الانتقالات زمن الانيميشن نلاحظ جميل ممكن أنه يكون الانتقال في المنتصف أوسع جميل لكن فقط ممكن أنه يكون إلى اليسار رائع فقط أنه نحتاج أن نبعد النوع opacity قليلا روعة هذا هو نوع آخر من motion graphic طبعا موضوع الانتقالات موضوع واسع ومليء بالأمور والتفاصيل الاحترافية إن شاء الله سنكمل موضوع الانتقالات في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى